اشتركوا في القناة المملكة الراصخ بصون حقوق الإنسان وحماية العمال ضمن بيئة عمل تتوفر فيها المعايير والاشتراطات المقررة عالمياً وبهذه المناسبة أشار حميدان إلى أن هذا التصنيف الجديد يكرس مكانة مملكة البحرين كبلد له إرث حضاري زاخر بالتشريعات الوطنية والقوانين النافذة والممارسات الناجحة في التصدي للإتجار بالأشخاص عبر سلسلة من الجهود ومنها التعاون مع مختلف المنظمات الدولية المتخصصة والبعاثات الدبلوماسية لتعزيز الوعي بحقوق وواجبات أطراف الإنتاج وأشاد في هذا السياق بالجهود التي تبدلها كافة الجهات والمؤسسات الحكومية في المملكة والتي تعمل وفق منظومة عمل مؤسسية تكاملية منوها في هذا الخصوص بمتابعة معالي وزير الداخلية لجهود وزارة الداخلية في توفير الحماية والأمن ودعم جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال الاستجابة السريعة للبلاغات التي تتلقاها وزارة الداخلية واتخاذ الإجراءات بشأنها وتطبيقها وفقا للقوانين المعمول بها في البلاد